موسيقى نهاركم سعيد مشاهدين اليوم الثلاثة سبعة عشر أدار لألفين وخمسة عشر هل يمكن القول أنه في السنة الخامسة على الأزمة السورية بدأت التحولات الكبرى هل كلام وزير الخارجية الأمريكي جون كاري هو بداية مسار جديد أو مقاربة مختلفة لما يجري في سوريا ولأي حلول محتملة أم أنها مجرد زلت لسان وواشنطن استدركت وصححت بالإعلان أن الأسد لن يكون أبدا طرفا في مفاوضات السلام في سوريا كيف يقرأ رد الرئيس السوري على الكلام الأمريكي أكان في الشكل أو المضمون عندما اختار الرد بمناسبة استقباله وفدا إيرانيا وصرح للتلفزيون الإيراني هل أتى الموقف الأمريكي مواكبا لإقاع المفاوضات النووية مع إيران ماذا عن حلفاء القوى الكبرى أكان في الغرب أو في الشرق أخيرا أين لبنان من كل ما يجري هل لا يزال في أسفل بنود أي نقاش إقليمي دولي كل هذه العنوين نبحثها اليوم مع دكتور صادق نابلسي باحث في العلاقات الإقليمية والدولية نهارك سعيد وأهلا وسهلا فيك لأول مرة ضيف بستوديوهات الـ LBC وتحديدا بنهاركم سعيد يعني دكتور في كتير أشياء رح نحكي فيها هذه العنوين هل هي فعلا كبرى هل تستوجب أن نتوقف عندك خاصة كلام وزير الخارجية الأمريكي أم فعلا هناك في غلط أو استدراك للموقف ولكن قبل بنا نشوف حالة طرقات مثل كل يوم مثل العادة طريق جونية باتجاه بيروت عجئة سير باتجاه الشمال السير سالك لقدم شوي كمان الطريق بالاتجاهين أفضل بيمكن صربة أو قبل صربة الدورة بالاتجاهين الطريق فاتحة نروح على الكارانتينة الحركة ناشطة بالاتجاهين تمثيل المخترب المرفق الطريق بالاتجاه يعني الخروج من بيروت عجئة أكتر من الدخول لقلب العاصمة شارل حلو الحركة كثيفة ولكن السير منه متوقف بشكل كله تقاطع على ساحة ساسين الحركة كمان ناشطة شارع الحمرة مقتص اليوم في عجئة سير في زحمة سير نروح على الكورنيش في عنا يعني عجئة سير على إشارات السير بس بعدين السير فاتح طريق المطار يعني مخيف السير طريق المطار باتجاه قلب العاصمة ولكن دايماً طريق الجنوب بفتوحة أخيراً ساحة صيدة لأول مرة يعني منشوفها بهالقيام هكذا قد في عجئة يمكن الناس بركي عم تتحضر للأعياد والشعرينة بالإجمال الأمور الطرقات مسلكة إن شاء الله بسيارة سلكة وآمنة وبالسياسة ذات الشيء شو رأيك بالسياسة راح تكون؟ بالسياسة الكبرى لأنه لبنان أصبح يعني مش أصبح هو جزء صغير يمكن ورقة تستعمل لبنان والمتفرعات اللبنانية لبنان حزب الله و أولاً لبنان معد ورقة يعني بهذا المفهوم اللي كان لأ معد ورقة اليوم لبنان قوي إن كان بالجيش إن كان بالمقاومة عم يأدوا أدوار مهمة وأساسية على مستوى حماية لبنان فاليوم لا ينظر إلى لبنان كورقة كما كان ينظر لإله في السابق وتصريح سمحت السيد أنه نحن حضورنا بالمنطقة هو يعزز الكيان اللبناني ووجودنا نحن كلابنانيين بدل دلالة قاطعة على أنه لا اللبنانيين أصبحوا في موقع أكثر قوة من ذي قبل رغم أنه البعض مازال يعني عنده حرج من أنه يكون لبنان قوي دائما بيقول أنه نحن يجب علينا أن ننقى بأنفسنا يجب أن ننحني أو نحني القامات أمام الرياح الهوجاء الخارجي فكأنه يراد لنا أن نتجرد من كل قوة ومن كل فعل فيما خرايط كبرى عم ترسم بالمنطقة وفيما حضور قوة كبرى هل ليس لبنان جزء من هذه القراءة والتركيبات؟ بدون أدنى شاك يعني اليوم اليوم لبنان جزء مما يحصل بالمنطقة وهو يؤثر ويتأثر وبالتالي اليوم ما فينا نحن نكون خارج خارج السياسي خارج الاستراتيجية اللي عم تنشغل بالمنطقة إن كان الأمريكي عم بحاول أنه يرسم خريطة جديدة أو لا قوة إقليمية أخرى عم تحاول ترسم خراءة أخرى تتناسب مع وجوده ومع حضوره المستجد لكن اللبنانيين بشكل خاص يفترض أنه يكونوا مواكبين لكل التطورات اللي عم بتصير بالمنطقة ما بيجوز أنه نحن نقول أنه نحن علينا أن نبقى ضمن دائرة مقفلة أو ضمن هذه الغرفة أو أن نغلق النوافذ وكأن لا شيء يحصل خارج لبنان أكثر من هيك أنه الأمور في أحداث داخل لبنان تستوجب من الدولة ومن كل القوى السياسية اللبنانية أنه تتحمل مسؤولياتها طبيعي هذا بالنظر إلى ما يحدث في الخارج فاليوم مثل ما اتفضلت قبل شوي أنه كلام وزير الخارجية الأمريكي هو شو نقطة التحول في الواقع هو ليس جديدا يعني الأمريكان عم يحكوا من سنوات أنه نحن راحين على اتفاق سياسي لكن ربما كان تصريح الواضح جدا لوزير الخارجية الأمريكي مع الأسد مع الأسد نيانس هنا الإشارة كتير مهمة هذا التفصيل مهم بالضبط اليوم الأمريكاني رايح إلى اتفاق مع الإيراني بل ليس فقط الأمريكاني المجموعة خمسة زائد واحد يعني عم نحكي نحن عن معظم الدول الكبرى في العالم المؤسرة رايحين إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني هذا له مفاعله مفاعله إن كان من ناحية السياسية ومن ناحية الاقتصادية أو غير ذلك نحن عم نروح على محل تاني فالسياسة الأمريكية منذ سنوات يعني منذ خليني يقول منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران كانت سياسة عزل وعقوبات وحصار وإلى ما هنالك إلى أن وصلت إيران إلى أن أصبحت دولة نووية اعترف العالم بأنها دولة نووية سياسة أمريكا كانت العزل كانت تفكيك الحلقات لصنعتها إيران يعني عم نحكي عن سوريا عم نحكي عن المقاومة كان فيه توجه إلى عزل إيران وإلى تفكيك سوريا وإلى ضرب المقاومة طيب هذا المشروع كله فشل لكن المهم بهذا الأمر أنه الأمريكاني الأمريكاني ما عنده حتميات نهائية بل هو بيتعاطى بالسياسة كاختبارات متحركة ولذلك اليوم الموقف اللي عم نسمعه من وزير الخارجي الأمريكي أنه لا ما في حتميات يمكن نحن بعض القوى اللبنانية بتعتقد أنه الأمريكاني ما بدأي إلى أقصى الحدود ولكن شافوا هني بأحتر من محطة بل إحنا يبولي الجملات يعني قال بصراحة أنه ما فينا نعول على طيب ما هو بيعرف يعني هذه ليست المرة الأولى التي يخيب فيها ظن القوى اللبنانية التي تعول على الأمريكاني ليست المرة الأولى فإذا بالتجربة بس اليوم مصالح الأمريكان تصب في خانة هذا الثلاثة يعني تحديدا بدءا من إيران وإيران هي يمكن المحرك الأساسي أكان لما يجري في سوريا أو لحزب الله في لبنان ما بدي يقول أنه محرك يعني المحرك أو هي المرجع أو هي الأقوى بدون أدنى شاك يعني كان ينظر إلى إيران إلى أنها جزء من المشكلة في المنطقة اليوم أمريكا تنظر إلى إيران إلى أنها جزء من الحل في المنطقة وهذا اختلاف في الرؤية وهذا بيترتب عليه استراتيجيات مختلفة طبيعي إيران حاضرة بكل الميادين الآن البرحة ريتما قال أنه لماذا العرب لا يكونوا فاعلين في أكثر من موقع لماذا يتركون إيران هي التي تملأ هذا الفراغ طبيعي يعني العرب تخلوا عن أدوارهم رئيسية خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وكثير قضايا حتى جزئية قضايا جزئية هن شيلوا إيدن فطبيعي إيران إيران اليوم دولة صناعية دولة نووية من الدول الرائدة في صناعة العلوم والمعارف عم تتقدم بالسياسي وبالعسكر وبالاستراتيجية طبيعي بدأ تملأ هذا الفراغ لكن هون أنا بدي أقول أنه اللي عم بيصير اليوم بين الأمريكان أو مجموعة خمسة زائد واحد ومع إيران ليس بدي أقول أنه يعبر عن تحالف عن تحالف ضمني مثل ما بحاول البعض يبسط الأمور أنه لا خلاص اتفقوا الإيرانيين والأمريكان على أنه يستبيحوا العالم العربي مرة أخرى وعلى السيطرة على موارد العالم العربي لا مش هيك اليوم في توازنات توازنات قوهية التي فرضت نفسها إيران مشروع الأساسي إذا بدي أقول لك بمبدأية منذ انطلاقة الثورة الإسلامية في إيران كان الإمام الخميني عم بقول اليوم إيران وغدا فلسطيني كان واضح عند الإيراني بالرؤية بالاستراتيجية أنه يتوجه أو توجهاته كلها تصب في طريق إزالة الكيان الإسرائيلي اللي عم بحكي أنا بالسياسة وبالأمن بس إزالة الكيان الإسرائيلي أنتم عم تحكوا إذا بالسياسة أو هذا الهدف أو عن قناعة وإيمان بهذا المشروع ولكن هناك يعني ما بيعتبر أنه إيران عم تلعب على هذا الوطر اللي لا يمكن تحقيقه يعني إسرائيل لا يمكن فصلة عن الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية بكل سياساتها كانت لتخدم أمن إسرائيل وبقاء واستمرات إسرائيل بدون أن نشك يعني جزء من المركب العقيدة الأمنية الإسرائيلية هي حماية الولايات المتحدة لإله يعني في مجموعة من العناصر الأساسية فيما يتعلق بالعقيدة الأمنية الإسرائيلية واحدة منهم الرعاية الأمريكية والحماية الأمريكية أمريكا ما عم بتقول أنه أنا سأتخلى عن إسرائيل ولا يوم من الأيام قالت هيك بالعكس أوباما واحدة من استراتيجياته الأساسية أنه بدي يعمل تسوي مع إيران بدي يعمل حل القضية الفلسطينية بدي يضرب الأرهاب ووحدة من اهتماماته الأساسية أنه حماية إسرائيل لكن أنا بدي أقول أنه إيران في المقلب التاني ممارساته وأفعاله لا تدل على أنها تتوجه إلى إزالة الكيان الإسرائيلي يعني هي تعتقد أنه لا يمكن أن تستقر المنطقة في ظل وجود هذا الكيان لأنه هذا الكيان عم بيخرب على العلاقات العربية الإيرانية عم بيخرب بالعلاقات الإنسانية سرطان متفشي في هذه المنطقة ويمكن أن يؤثر على كثير من الموازين والعلاقات بالعالم فإذن اليوم مشكلة أساسية بهذه المنطقة هي إسرائيل ولذلك السياسة الإيرانية من مرتكزات السياسة الإيرانية هي محاربة هذا الكيان المصطنع فإذن بالممارسة لا إيران واضحة عم تدعم حركات المقاومة كان في لبنان وفي فلسطين بينما العرب هن تخلوا عن هذه القضية هن نعزلوا بل بالعكس هن راحوا إلى تفاهمات وإلى تطبيع وإلى الترويج لتسويات في وقت أن الإسرائيل لم يريد تسويه العربي راكد ليعمل تسويه وقمة بيروت عام 2000 أكبر دليل على أن العرب أصبحوا في مقلب آخر لذلك اليوم يلاقوا أن الإيراني يتصدر هذا المشهد ويحمل هذا الراية وينافسهم طبيعي أنه بهذا المشهد يصير في حساسيات ويلاقوا أن الإيراني يتوسع نفوذه بالمنطقة وهذا يخيفهم بشكل أو بآخر تحديدا أنت لا قد من هنا أن الإيراني إذا هو يكون رأس حرب بالتولي والدفاع عن القضية الفلسطينية وصولا لإزالة الكيين الصهيوني ولكن كمان العرب يريدون أن يعيشوا بسلام يريدون أن يكون فيه كمان استقرار لمواجهة ما يجري في المنطقة وكمان فيه خشية من أنه تجي إيران القوة غير العربية الفارسية وإذا بدأ نحكي أكتر يعني الأقلية المذهبية في المنطقة لا تجي تاخد هي الأدوار بالمنطقة على حساب القوة الأساسية في المنطقة العربية أولا إيران ما عم تصحب الوظيفة خير مثال باليمن العراق يلي عم بيصير طب وين أصبحت دول الخليج وين أصبحت السعودية بدي عود أرجع للنقطة الأساسية أنه العرب هن تخلوا القضية الفلسطينية يعني اليوم القضية الفلسطينية ليست أولوية في أجندة أي نظام عربي لا في السابق ولا حاليا اليوم كل واحد مشغول بأضايا مشاغله الداخلية إيران لا متى يتفل الفلسطينيين بين بعضهم دكتور بالأول بمعزل عن الفلسطينيين بس أنا عم أقول أنه هذه القضية يفترض أن تكون القضية المحورية المركزية الأولى عند العرب طيب اليوم هن العرب شالوا إيدهم من هذه القضية أمر الثاني أنه هلأ بيعتقد المشاهد أن العرب بدهم سلام وبدهم استقرار وبدهم أمن في ظل وجود الكائن الإسرائيلي يعني هل يمكن أن يتحقق هذا الأمر أم لا نكون معا نقرأ الأدبيات الإسرائيلية والصهيونية على الإطلاق يعني بدنا نرجع اليوم ما عليش ننعش ذكرتنا نحن بالأدبيات الصهيونية بما يكتب بما يقوله بما يريدونه الصهيونية لحتى نعرف أنه نحن منقدر نعيش بأمان في ظل وجود كائن إسرائيلي أو لا يعني بالحرب الأهلية اللبنانية أو طيلة السنوات الماضية كان في لبنان من يخرج ويقول أنه نحن بدنا سلام مع إسرائيل سلام إسرائيل تريده سلاما معنا يعني هون الفكرة الأساسية لو نحن طلبنا السلام الإسرائيلي بيطلب السلام هو كان بده يسيطر على مفاصل المنطقة ثم الأمر الثاني يعني بعيدا عن ما كتب أو ما يتناقله الصهيونية وما ينشر من أدبيات وإلى ما هناك اللي هي بتهدد كائن المنطقة بالكامل يعني معروفة سياسة إسرائيل وشو بدي أقول لك يعني خطاباتهم خطابات الإسرائيلية والصهيونية بتقول أنه إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات يعني هذا أمر ليس جديد لكن المشكلة عند بعض العرب أنه يعني انتقلت العداوي عندهم من الإسرائيلي المهدد المباشر للأمن والاستقرار والوجود العربي إلى إيران إيران اللي عم بتساعد إيران اللي عم بتقدم إيران اللي عم تطلب حوار حضاري وإنساني وأنه يكون في تفاعل وتعاون بين مختلف الدول العربية عم نقول لا لا أنه ها هي العدوة طب ليش؟ طب ليش؟ اليوم لما بتساعد إيران بتساعد الفلسطينيين بتكون عم بتغلط إيران لما تكون عم بتساعد طب يعني الأمريكيين اليوم هن أدركوا قوة وحجم إيران وبالتالي لا مفر من اتفاق مع إيران وبالتالي تقاسم المصالح بالمنطقة بين الأمريكيين والإيرانيين على حساب حلفاء الأمريكي البلاد المتحدة في المتحدة؟ ما بدي أقول تقاسم يعني هذا العبارة مش تقاسم لا تقاسم النفوذ ولا هناك اتفاقات على الحصص نعم الأمريكي رضخ أخيرا إلى القوة الإيرانية رضخ مش كتير هيك أو هي مصلحته شو بيجبر الأمريكي إذا كان ما عنده مصلحة؟ أولا ما أنه شي جديد تغيير السياسات وتقلبات بالاتجاهات بالمنطقة من قبل الأمريكيين الأمريكي متقلب لأنه هو بهمه بالأساس هو مصالح يعني حتى أحيانا أنا ذكرت عبارة بالبداية قلت أنه الأمريكيين ما عنده حتميات نهائية وبالتالي ممكن يتوافق مع أي طرف وممكن يعمل اتفائية أو تسوية مع أي طرف آخر بمعزل عن إديولوجيته أو غير ذلك من أجل أن يضمن مصالحه ويحقق مصالحه لكن اليوم اللي عم بيصير الأمر كان انسحب من المنطقة أو تراجع خلينا نقول تراجع من المنطقة بفعل سياساته يعني العقيمة يام بوش الأب والابن خرج من العراق ذليلا منكسرا من أفغانستان هزيمة مدوية لحلفاء الإسرائيليين في لبنان عام 2006 فهو يعني إذا بدنا نعمل محصلي للخسائر الأمريكية الإسرائيلية تكون خسائر كبيرة جدا فطبيعي يريد أن يذهب اليوم مع الأزمة السورية التي مستمرة لحد اليوم أنه يرى أنه لا اليوم الحفاظ على الدولة السورية أولى من دعم هذه الجماعات الإرهابية أو ترك الجماعات الإرهابية تتمدد لأن هذا الأمر بات يهدد أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فاليوم تحولت أولوية الولايات المتحدة من محاربة إيران إلى محاربة الإرهاب طبيعي هلأ في وجهات نظر بالإدارة الأمريكية أنه من هو الأخطر الأخطر إيران والأرهاب المتمثل بداعش في وجهات نظر مختلفة لكن وجهة نظر أوباما اليوم عم بيقول أنه نحن ما فينا نكفي بالعداوي مع إيران إلى الأبد وما فينا نكفي بهذه الوتيرة المتصاعدة من العقوبات ومن الحملات الإعلامية والسياسية إلى الأبد لأن هذا سيؤدي بنا إلى فتح حرب عالمية ثالثة فإذن منه بأولويات الإدارة الأمريكية الحالية ولا بأولويات أوباما أنه يخد حرب مع إيران يعني في مقولة لطيفة تقول العجز عجزان عجز عن طلب الشيء وقد أمكن والجد في طلبه وقد فات يعني بلحظة اللي كانوا الأمريكان قادرين يعملوا حرب على الإيران ما عملوها اليوم هذا الأمر فات فات على الأمريكاني فات على الإسرائيلي ما عاد قادرين لا الأمريكاني شن حرب على إيران وبالتالي نحن أمام أي خطوات وأي تغير نحن رحل هلأ على الاتفاق الإيراني مبدئيا اليوم ما فينا كمان نحن هلأ عم نحلل ما فينا نقول أنه صار فيه اتفاق إلا لا يصير فيه أمضاء لأنه بعد لعبة التجاذبات قوية جدا الإسرائيلي داخل على الخط بقوة يعني كلام نتنياهو بالكونغرس وردة الفعل ما نشوف هلأ إذا بفوز نتنياهو ولا لا ولكن انتخابات أصدق ولكن بشكل عام الإسرائيلي مؤثر الجمهوريين اليوم جزء كبير منهم بل الأغلبية رافضة لهذا الاتفاق وشفنا الرسالة اللي بعتوها للإيراني بهذا الصداد إذن ممكن بلحظة ما يعني تتخربط الأمور كليتا ولكن التوجه العام يعني الأمريكي وأوباما جديين بالذهاب إلى اتفاق مع الإيراني والإيراني أيضا جاد بالذهاب إلى اتفاق مجرد تم توقيع هذا الاتفاق إذا وصلنا له شو هي انعكاساته على الملفات في المنطقة الجار الأقرب العراق اليمن إذا كان اليمن من الأولويات الأمريكية وإذنه خلص سلم للمحور الإيراني يعني لا الحوسيين وصولا لسوريا يمكن نهايةا بلبنان وحزب الله بشكل محدد يعني فيه رأيان بهذا الموضوع رأيي بيقول أنه الاتفاق بدي يعمل تسوي وحلول على كل الملفات بالمنطقة والأمريكي فعلا يعني يدفع باتجاه نوع من التوازن الجديد في المنطقة بيكون لإيران فيه حضور لافت وواضح في رأيي آخر بيقول أنه لا توقيع الاتفاق سيجرنا إلى مزيد من العنف وإلى مزيد من التصعيد لأنه كل المتضررين يعني بالحد الأدنى الكائن الإسرائيلي وبعض دول الخليج المتضررين من هذا الاتفاق سيدفعون بالجماعات الإرهابية إلى ممارسة المزيد من العنف وحيوتروا المنطقة أكتر وأكتر هلأ قد يستطيع الأمريكاني يضبط ولذلك شفنا نحن جون كيري مباشرة من جينيف إلى السعودية اجتمع مع وزراء خارجية الدول الخليج من أجل أن يطمئنهم أن هذا الاتفاق ليس ضررا على دول الخليج بل هو لصالح المنطقة ولصالح التوازنات بهذه المنطقة نعم أنا أقول لك أنه إسرائيل متضررة جدا وبتصور أنه ممكن أن تفعل كل شيء من أجل عدم توقيع الاتفاق ولاحقا من أجل تعطيل الاتفاق بس حضرتك يعني ذكرت شغلة أنه بعض دول الخليج المتضررة وهي ممكن تخلي يمكن الإرهاب يستشري بس ما هو الإرهاب صار عم بمثل كل حتى دول الخليج يعني صار سيف مصلط على الجميع الإرهاب يعني ما أنه سلاح أو أداة بيد هذه الدول يعني هيك كثير عم نحملها للدول الخليج أو الدول العربية وزر أنه إرهاب صار في إجماع دولة وعالمة على مكافحته بالشكل اللي عم نشوفه والإرهاب يعني أذكر مقابلة لبندر بن سلطان مع أحد الصحف الأجنبية بيقول أنه نحن صنعنا القاعدة ونحن نستطيع أن نختزلها أو أن نقضي عليها ساعة نشاء وإذن معروف اليوم من وين عم يجي الأرهاب ممراته طرق الدعم من هي الدول التي تحمي هؤلاء كيف يتم جلبهم إلى سوريا وإلى المنطقة بأكثر أكثر من دولة معروف يعني هذا الأمر غير مخفي على أحد يعني ما فينا نحن نتوارى ونقول أنه ما في دول هي اليوم عم تدعم هذه الجماعات إن كان موجودة بليبيا أو بسوريا أو باليمن أو إلى ما هنالك أنا فقط يعني بديشير إلى نقطة أنه صح هذه الدول خصوصا دول الخليج متضررة من الأرهاب وهي اليوم أكثر توجسا وتخوفا اليوم من الجماعات الإرهابية التكفيرية لكنها تريد الإرهاب فيما يحقق مصالحها يعني الإرهاب بحقق مصالحها بسوريا بتدعم الإرهاب بسوريا بحقق مصالحها بليبيا بتدعم الإرهاب بليبيا اليوم المفارقة الملفتة أنه السعوديين في الوقت الذي هن يعني عم بيشنوا حملات إعلامية وسياسية على الحوثيين في اليمن لأنه بيعتبروا أن الحوثيين باتوا يهددون مصالحهم عم نشوف نوع من الدعم أو التناغم الجديد مع تنظيمات تنتمي إلى القاعدة أو تصب يعني في خانة القاعدة فإذا نعم في محل الدول الخليج عم تتوافق مع هذه التنظيمات وفي أوقات لا عم تفترق دكتور يمكن يبطل في البديل صار أو يعني من يواجه المحاور الممانعة أو الزحف الإيراني ما عم بيكون في بديل غير هيك يعني كير مثال على ذلك سياسة نور المالكي في العراق الكيدية التي همشت وأقصت وهيك قدت إلى ما قدت إليه بالعراق خاصة عند تهميش شريحة أساسية وكبيرة من دولة العراق الطائفة السونية والعشائر بالطريقة التي تمت يعني كمان ما حدا يعني كمان بدي أقول للأسف الشديد في تضليل إعلامي خطير جدا المالكي لم يهمش السنة يعني هيدا نسمعه بالإعلام والبعض يعتقد يعني هلأ من يومين ثلاثة كمان أطلق شيخ الأزهر تصريح بيقول أنه الحجد الشعبي ينكلون بأهل السنة طلع محمد البرادة يقول أنه ثمنها ثلاثة مليار دولار محتاجتهم مصر فعليا وواقعيا إذا بتروحي على العراق وبتدخلي بالتفاصيل بتشوفي أن السنة جزء أساسي من المكون السياسي والمكون الأمن وهن مسكين بكثير من المفاصل السياسية والأمنية هن غير مهمشين نعم هناك بعض الجماعات أو بعض الأشخاص والزعمات اللي هن مرتبطين إما بالقاعدة وإما بتنظيمات تكفيرية وإما بتحالفات خارج التحالفات الوطنية نعم هن مهمشين وما لهم دور ولذلك نعم يشتغلوا ليكون لهم محل داخل السلطة ولكن في الواقع الشريحة السنية في العراق غير مهمشة على الأطلاق بكل الأحوال أنا بدي أقول أنه المالك يهمشون اليوم صار في نوع من التسوية جابت بالعبادة إلى العراق اليوم مفت الأوين بالعكس اليوم السنة جزء من المشهد السياسي العراقي وجزء من المشهد العسكري الميداني يعني اليوم هن بيقاطلوا إلى جانب الحجد الشعبي من أجل إخراج الجماعات التكفيرية وداعش وإلى ما هنالك من تكريت والموصل والأماكن اللي سيطروا عليه فإذن السنة ليسوا مهمشين يعني نحن نحاول أنه كمان نجاري بعض الإعلام اللي عم بيقول أنه السنة مهمشين على الإطلاق السنة حاضرين وفاعلين ولكن يعني الخطابات السياسية والمواقف التي تطلق من قبل المتضررين هي اللي عم تخلينا نصدق أنه فعلا السنة مهمشون في العرب دكتور طالما نحن 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 عن هذا الموضوع نحن نحن يعني كله يبقى رهن توقيع الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي أول مجموعة مع مجموعة الخمسة زائد واحد الموقف الأمريكي مبارح لفتني كلامك بالأول أنه هذا ما شي جديد وفعلا كنا قدينا تقرير فرجاء أنه كيف بشكل التناقض في المواقف وببعض المواقف الأمريكية كان على لسان الرئيس أوباما أو وزير خارجيته بيدل على أنه في شي مخفى وبين مبارح نتابع هذا تقرير لزميلتنا ريمة عساف ونرجع منشوف إذا فعلا هالمرة في نقلة في تغيير مسار بالكامل ونشهد حوار مباشر مع رئيس بشار الأسد بشكل مباشر أو مع أركان النظام منشوف التقرير ونرجع متابع منشوف تقرير الزميل ريمة عساف هذه التقلبات رست حتى الساعة على إعلان وزير الخارجية الأمريكية بضرورة التفاوض مع الأسد لحل الأزمة السورية خطاب كيري أحدث مفاجأ لدى كثيرين لكن لم يتفاجأ بهذا الموقف من يرصد ما بين سطور التصاريح الأمريكية من الأزمة السورية لا سيما منذ أواخر العام 2012 وتحديدا منذ بداية الولاية الثانية لإدارة أوباما منذ ذلك الحين فرملت واشنطن اندفاعتها نحو إسقاط النظام السوري وبدأ موقفها يتأرجح بين مد وجزر وكان ذلك قبل ظهور تنظيم داعش في العامين 2013 و2014 راح الموقف الأمريكي من نظام الأسد يتقلب تارة على نار إرهاب داعش وطورا تبعا لرياح المفاوضات النووية مع إيران أوباما لا يريد إسقاط النظام السوري هذا ما خلصت إليه قراءات عديدة منذ أوقف أوباما في اللحظة الأخيرة عام 2013 هجوما دوليا كاد يقع ضد مواقع للنظام ردا على مجزرة الغوطة بالأسلحة الكيميائية حتى الوعود الطموحة بتدريب المعارضة السورية وتسليحها في معركة إسقاط الأسد تقلصت في 2015 إلى حجم وعود بتدريب 5000 معارض على دفوعات بهدف مواجهة داعش وليس النظام قبل كيري سئلت هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية هل على الأسد أن يترك السلطة فأجابت أنتمي إلى مدرسة الأفعال لا الأقوال فإلى أي مدرسة ينتمي كيري والإدارة الحالية يترى في أفعال فأذن أم فقط أقول في أفعال لا يعني أملين أنه يكون في أفعال هون يعني حضرني كلام لألان جوكس مفكر استراتيجي فرنسي بقول الأكاذيب بالنسبة للأوروبيين معدة لإدارة التعقيد بينما بالنسبة للأمريكيين هي من أجل توليد البساطة اليوم إذا شفنا هذا التناقض بالاستراتيجيات الأمريكية وبالسياسة الأمريكية واضح اليوم يمكن بعض المنطقة أو بعض الدول بالمنطقة كانت تصدق على كل حال الاستعمار والغرب بشكل عام كان دائما يكذب يكذب إذا تراجعي من بداية القرن التاسع عشر لليوم المنطقة تتجرى المزيد وتستمرق المزيد من الأكاذيب من الغرب ولا مرة كان الغرب يشتغل لصالح هذا المنطقة لكن لأسف النخب بهذا المنطقة كانت تصدق أنه فعلا الغربي معنا يعني أبرز مثال أبرز مثال قبل سايكس بيكو كان موعدين العرب بدولة عربية موحدة ولكن إجا سايكس بيكو وقصم كل هذه الدول العربية فإذا الغربي والأمريكي بهموا بالدرجة الأولى مصاله بيكذب بيعمل كل شي ما عنده مشكلة دول الخليج وبعض الدول العربية صدقت أنه فعلا الأمريكي يريد إسقاط الأسد أنا أقول الشغلة فعلا لو كان هذا الأمر متاح بالنسبة للأمريكي لكان فعله يعني لو كان عنده البديل يعني لو كان عنده البديل يعني هو لم يجد في المعارضة السورية الحالية بديلا حقيقيا يستطيع أن يسيطر على الأرض وأن يمسك الأرض وفعلا أن يكون قادر على الإمساك بالملفات الداخلية ما شاف بالمعارضة بديل حقيقي للأسد ثم الأسد قوي على الأرض يعني بالميدان أثبت حضوره وفعاليته الجيش السوري وقف معه نصف الشعب السوري منه قوي بجهوده يعني منشوفي الحرس السوري الإيراني في حزب الله يلي قدر يسنده يلي قدر حقق له إنجازات أكتر خاصة بحروب الشوارع اللي ما عنده قدر عليها أثبت جيش السوري إنه ما نقدر عليها ما حدا بينكر هذا الأمر إنه حزب الله وإيران دعموا سوريا ودعموا الأسد في بقاءه لكن أنت عم تحكي عن ما يزيد عن مئة دولة مئة دولة تدخلت في سوريا يعني مين بده يصمد مين بده يصمد إذا جينا نحن عملنا مقارنة بين مئة وبين ثلاث دول منو الأسد مش بأوتو وإنما دعمه حزب الله ودعمته إيران صحيح هذا الكلام لكن عم نحكي نحن اليوم اللي صار بالأزمة السورية أن دولا عديدة فاقت المئة الدولة هي التي تدخلت في هذا الشأن وأرادة تنزيج سوريا نختم هذا المحور متعلقة بسوريا أبل لبريك إذا اليوم بده يصير تفاوض حوار اتصال أمريكي سوري على مستوى الرئيس الأسد على أي أسس على رحيل الرئيس الأسد لا هني ما يحكوا يعني هذيك اليوم بعض الناس صاروا يحكوا على ديموستورا أنه أنت كيف بتحكي أنه الحل السياسي لن يكون إلا بوجود الأسد ولا حل سياسي إلا بالأسد فقامت لأيام على أنه ولكن ديموستورا كان عم يعبر عن العقل الأمريكي كيف عم يفكر والعقل الدول الكبرى كيف كانت عم تفكر عكل حال الأمريكان يعني ما أطعوا ما أطعوا كان دايما هناك مراسلات مراسلات مع السوريين وأيضا الأوروبيين ما أطعوا يعني رغم الأكاذيب الكبرى على وسائل الإعلام أنه نريد إسقاط الأسد والأسد سيرحل بعد شهر وشهرين وإلى ما هنالك ولكن في الواقع كانوا عم يعرفوا موازين القوة على الأرض مين عم يسيطر على الأرض مين عم يحكم الأرض وبالتالي كانوا عم يتعاملوا مع قوة أساسية موجودة فبالتالي ما في بديل اليوم عن الأسد للحوار من أجل تسوي إن كان بسوريا وإن كان ما يحضر للمنطقة رح نفوت بتفاصيل يعني أي ملفات ستكون من ضمن هذا الحوار أكان بموضوع السياسي الداخلي السوري الأمني السوري لأنه الرئيس الأسد رد وقال في شروط لهذا الحوار رح نستمع من بعد البريك كمان ليالي قاله وكمان يعني مش بس على المستوى السوري هل هذا ينسحب على الشق المتعلق بحزب الله أكان في سوريا أو بلبنان أو الخطر الذي يمثله حزب الله لإسرائيل يعني كله حلقة مترابطة رح نتوقف مع أول فاصل إعلاني ونرجع منتابع حوارنا خليكم معنا منتابع حلقتنا بمحوارة تانية وطبعا قبل من فوض بتفاصيل إلى علاقة بأي تفاوض أمريكي سوري وعلى أي أسس ليس فقط على المستوى السوري الداخلي رح ننتقل لمجلس النواب لزميلنا ياسبيك بهب نوهب اللي موجود هناك عم بتابع اجتماع اللي جان المشتركة نهارك سعيد ياسبيك يبدو الاجتماعات خارج قاعة مجلس النواب أكتر يمكن من جوه أو أكتر فعالية من جوه صاير يعني على ما يبدو ندى تحيي لأيك والضيفك الكريم على ما يبدو أن الخلاف ليس فقط بين النواب حول موضوع السلسلة الرتب والرواتب هو يتظهر خلاف داخل هيئة التنسيق النقبية حول هذا الموضوع انعقد اجتماع عند الساعة العاشرة في مقار لجنة المال والموازنة في مبنى مكاتب النواب برئاسة النائب إبراهيم كانعان الذي كلفه الرئيس نبيهبر ترأس لجنة اللجان المشتركة هذا الاجتماع حضرته مجموعة من هيئة التنسيق النقبية وفي وقت لاحق أتت مجموعة أخرى من هيئة التنسيق اجتمعت إلى وزير التربية في مقهى مجاور المجلس النيابي ولدى وصول مجموعة هيئة التنسيق التي كانت مجتمعة مع النائب إبراهيم كانعان إلى مدخل المجلس سمعنا الرئيس نقيب المعلمي في المدارس الخاصة نعمي محفوظ يقول أن هيئة التنسيق ليست في جيبة أحد وليست في سلة أحد يجب أن يكون موقفها واحد أو حد موحد كما سارت عليه في السابق يجب أن تسير عليه اليوم وهذا على ما يبدو هو خلاف بين مجموعة من هيئة التنسيق داخل هذه الهيئة نحن لاحظنا أن الذين كانوا مجتمعين مع النائب إبراهيم كانعان عمادهما الأساسيهم هو النقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمي محفوظ وكذلك الدكتور محمود حيدر ممثل رابطة موظفي الإدارة العامة فيما أبرز الذين كانوا مجتمعين مع وزير التربية اليسبو صعب هو عبدو خاطر الذي انتخب حديثا كرئيس هيئة رابطة التعليم الثانوي الرسمي حاليا دخلت هيئة التنسيق النقبية تجتمع مجموعة منها في أحد الصالونات المجاورة هنا في مقر المجلس النيابي فيما النواب حضر قسم منهم وعلى ما يبدو مقاطعة واضحة حتى الآن من تيار المستقبل وحده حضر عضو لجنة المال والموازنة من تيار المستقبل النائب جمال الجراح وقال أنه يأتي إلى هنا بصفة شخصية لأنه متابع لهذا الموضوع وقال على الأرجح أن نواب كتة المستقبل لن يحضروا هذا اللقاء إذن هل يكتمل نصاب اللجانة المشتركة اليوم لتبحث موضوع السلسلة أم أن النصاب لا يكتمل وبالتالي سيكون الخلاف بين النواب وبين هيئة التنسيق هذا ما سننتظره خلال تقريبا ربع أو نصف ساعة من الآن على كل حال ياسبك طبعا نحن نرجع لعندك نشوف كيف رح تنتهي الأمور بعد قليل يعطيك ألف عافية دكتور خلينا نرجع للموضوع سوريا كنا نحكي عن الموضوع السوري بغض النظر عن التفاصيل الداخلية رح نشوف نعرض هلأ رد الرئيس الأسد مبارح على كلام كاري واضح الكلام أنه نحن أهلا وسهلا كل شيء ملاي إيجابي بس ما بدنا كلام مجرد لمجرد الكلام بدنا شروط معينة وأفعال وحدد هي هيدا الشروط خلينا نشوف شو كان رد الرئيس الأسد بهيدا التقرير ونرجع ونفوت بالتفاصيل إذا كانت واقعية وممكن تحقيقة على مستوى ما يجري بالمنطقة لم تنضي ساعات على تصريح وزير الخارجية الأمريكي جون كاري عن استئناف التواصل مع الرئيس السوري حتى أتى الجواب من الأسد نفسه الأسد اختار مناسبة استقباله لوفد إيراني على رأسه وزير الاقتصاد ورد عبر التلفزيون الإيراني على الكلام الأمريكي سواء قالوا يبقى أو لا يبقى الكلام في هذا الموضوع للشعب السوري فقط لذلك كل ما قيل عن هذه النقطة تحديدا منذ اليوم الأول للأزمة حتى اليوم بعد أربع سنوات لم يكن يعنينا لا من قريب ولا من بعيد أي شيء أتمن خارج الحدود كان مجرد كلام وفقاعات تذهب وتختفي بعد فترة ما هو ردكم لدعوة جان كيري وزير الخارجي الأمريكي للحوار مع رئيس الأسد ما زلنا نستمع لتصريحات علينا أن ننتظر الأفعال الأسد حدد ما هي الأفعال المطلوبة سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من غيرها وشروط أي تفاوض واضحة أي تغيرات دولية تأتي في هذا الإطار فهو شيء إيجابي إن كانت صادقة وإن كان لها مفاعل على الأرض ولكنها تبدأ أولا بوقف الدعم السياسي للإرهابيين ووقف التمويل ووقف إرسال السلاح وبالضغط على الدول الأوروبية على الدول التابعة لها في منطقتنا والتي تقوم بتأمين الدعم اللوجستي للإرهابيين والمالي وأيضا العسكري عندها نستطيع أن نقول بأن هذا التغير أصبح تغيرا حقيقيا في كل الأحوال تلقف الأسد الخطوة الأمريكية والمرحلة المقبلة كفيلة بترجمة الأقوال بأفعال هل ممكن هذا الثقف الذي حدده أصلا يعني صار فيه في عندك معارضة سورية في عندك صار مجموعات إرهابية في عندك أجندات مختلفة وفي عندك هذا الوحش الداعشي الذي يخيف الجميع بالمنطقة بالبداية أمريكا تريد أن تحصل على ثمار التسوي من دون تقديم استحقاقاته الأسد عم بيقول أنه يجب على الأمريكيين أن يقدموا هذه الاستحقاقات ووقف دعم تمويل الإرهابيين الدول المساندة لهذه الجماعات يجب عليها أن تغلق الأبواب على الدول الغربية وعلى الدول التي تدعم الدول الإقليمية لتمرير الإرهابيين يجب أن تتخذ موقفاً سياسياً وموقفاً عملانياً أيضاً في مجموعة من الشروط والعناصر التي يجعل التسويية تنضج أما كلام بكلام لن يؤدي إلى شيء لأنه رحنا على جينيب واحد واثنين لم يصلنا لنتيجة نعم مثل ما تتفضلي أنه في مكونات أساسية داخل الشعب السوري يجب أن يكون لها حظ ونصيب من هذه التسوية بدون أدنى شك يعني الرئيس الأسد ما عم يعترض أنه والله المعارضة يجب أن يكون لها هذه الحصة أن أثبتت سياسة النظام أوصلت إلى ما أوصلت إليه على مدى أربعة عقود بمعزل عن سياسات النظام بس بدي أقول اليوم إذا بدنا نروح على تسوية يفترض بالمعارضة الحقيقية أنه تحصل على حصة طبيعي هذا الأمر ما ممكن أنه ينضج بالشكل الوافع إذا ما شاف الأسد وما شافوا السوريين أنه فعلا هناك وقف لدعم الجماعات المسلحة التي تتدفق وما زالت خصوصا من تركيا ومن الأردن فإذا بدنا نلمس مؤشر حقيقي على تسوية ما قريبة أو في المستقبل القادم بدنا نبدأ بالأفعال الأفعال تعني في قدرة على ذلك الأمريكاني إذا كان جاد نعم أنا أقولك أن التركي مازال ممسك ببعض أوراق الأزمة في سوريا يعني طرق الإمداد المسلحين عبره وهو معترض عما يحصل اليوم من تسويات في المنطقة ولعله يكون الخاسر الأكبر اليوم فيما لو حصل الاتفاق النووي بين 5 زائد 1 وإيران فهو سيكون متضرر كبير هو شو عم بيقول للأمريكاني عم بيقول أنه أنا يجب أن أحجز حصتي من هذه التسوي أنا لا يمكن أن أوقف دعم الجماعات المسلحة إلا أن أحصل على شيء معين طبيعي هذا الأمر بدو يأخذ وقت بدو يصير فيه تفاوض بين الأمريكاني وبين التركي حول نسب الحصص وما هي الحصص الأمور معقدة بتقديري أنه من بيين أنه فيه أفق تسوي للأزمة السورية قديش بينعكس هذا الأمر من خلال الاتفاق النووي يعني تقديري فيه نسبة ولكن نسبة ضئيلة الأزمة السورية يعني فعلا معقدة إلى درجة أنه من الصعب نقول أنه فيه أفق سياسي لإلى في المستقبل القريب يعني ما فيه إمكانية اليوم الإسرائيلي داخل اليوم التركي داخل الأردني الجماعات اللي أصلا هي عندها أجندتها الخاصة فضلا عن بعض المعارضة السورية فإذا إذا أنت بدك تفك فيك كل هذه العقد بدأ وقت طويل ولكن الخطوة الأساسية هو لازم نروح لازم نروح لنقول أنه لا يمكن حل الأزمة السورية إلا من خلال الحل السياسي من خلال التسويل يعني حتى لو قالت حددت البوصلة بس في وقت فيما صار طويل بالضبط لأنه بالخصوص التركي على وجه الخصوص لن يقبل بأي تسوية لا تضمن مصالحه السيادي مصالحه السيادي أو مصالحه في سوريا تحديدا هذا الحلم التركي القديم هو ما هي هذه الإشكالية أنه هو بيعتبر اليوم أنه هناك فرصة لعودة العثمنة من جديد يعني بالنهاية التركي هل تقبل الدول العربية تحديدا دول الخليج مصر الدول العربية الكبرى المؤسرة أن تعود هذه العثمنة على حساب قوة وسلطة هذه الدول؟ يعني التركي يعني كمين عم نفوت على باب آخر من المشكلة صحي بتصور أنا عم بعيش أضغاث أحلام التركي يعني أردوغان على وجه الخصوص عنده هايك من أحلام اليقظة يمكن أو شي لأنه شفنا أنه هناك يعني دول عربية مباشرة أوقفت التركي عند تحده خصوصا مصر يعني من بتصور أنه في دولة من الدول العربية تقبل بعودة الحلم بعودة يعني النفوذ التركي إلى المنطقة أولا لأنه يعني الدول العربية أصبحت في وضع جديد على مستوى الجيوسياسي والأمر الثاني أنه تركيا غير قادرة على أن تتمدد إلى مختلف الدول نعم أنا أقول لك ثقافيا اقتصادية ممكن إلها يكون إلها تأثير ولكن تأثير سياسي أو تأثير أمني بتصور هذا الأمر مستبع طب إذا نحن بهذا الواقع يعني هل في قدرة بغض النظر إذا توقع الاتفاق الإيراني النووي الأمريكي أو مع مجموعة الخمسة زائد واحد ماذا عن حزب الله ماذا عن إيران ويعني تورط بين وزوجين في هذا المستنقع السوري الذي يستنفد كل قواهم تحديدا حزب الله يعني أنا ما منعارف ليش الناس حاملين الهم أنه عم يستنفد أنا هيك هوا أنت كتير يعني هيك أنا مشي لعن ظهرنا لا مش هيك ما عم بقول أنه حزب الله يكابد وفي خسائر وفي تضحيات وإلى ما هنالك وحتى الإيراني الإيراني عم يقدم كتير من الموارد والإمكانات المادية واللوجستية هذا شيء وشيء أنه فعلا أنه الشباب تعبانين لا لا الإيراني تعبان ولا حزب الله تعبان المقاربة اللي عم بيقدمها حزب الله عم بيقول أنه دخولي إلى سوريا هو جزء من حماية الكيان اللبناني وجزء من حماية كل المكونات اللبنانية هلأ يعني سلم البعض أم لم يسلم هناك ناس في جزء كبير عندهم قراءة مختلفة دخول حزب الله إلى سوريا جر الانتحاريين والإرهاب وداعش والنصرة ما هيدي الإشكالي بنا نعود نرجع نكررها كل مرة أنه الإرهابيين والتكفيريين والتفجيرات والانتحاريين قبل دخول حزب الله بسوريا على سوريا بسنوات يعني إذا بتشوفي أو بتعملي إحصائية عن عدد الانتحاريين اللي فجروا حالهم بالعراق عم نحكي عن لبنان أنا معملك أنه هولي هذه البنية موجودة هذه البنية موجودة وعندهم رؤية واستراتيجية أنه هن بينتقلوا من منطقة إلى منطقة والدولة الإسلامية هي جزء من هذا التمظهر لمشروعات هولي الجماعات فإذا ليس حزب الله هو من أتى بالدب إلى كرمه وإنما ذهب ليتلافى ويمنع عن اللبنانيين المزيد من التدمير والتخريب يعني بعطيكي مثلا اليوم اللي عم بيصير بالمسيحيين بالحسكيين بالحسكي محافظة الحسكي هولي شو إلهم علاقة لو افترضنا أنه الجماعات التكفيرية عندها مشكلة مع حزب الله وعندها مشكلة مع الشيع هولي شو إلهم علاقة لماذا تم الانتقام من الأيزيديين في العراق شو إلهم علاقة إذا كانت فعلا الفرضية بتقول أنه الخصومي أو العداوي هي سنية شيعية فشو إلهم علاقة هن بكل ما يحصل لذلك الموضوع هولي الجماعة عندهم خريطتهم للمنطقة ورسموها وبيّنوها ويعني معتبرين أنه إذا توحشوا أكثر ودمروا أكثر وأجرموا أكثر يستطيعون أن يسيطروا على هذه البلدان ويقيموا دولتهم المزعومة وبالتالي اليوم اللبناني اللي ما عم يقرى مظبوط أنه حزب الله عندما دخل إلى سوريا هو بغرض حماية نعم جزء مننا جزء من العملية حماية المقاومة وظهر المقاومة مثل ما سمعت سيد آل في بواكير دخول حزب الله إلى سوريا ولكن الجزء الأهم ليس فقط حماية المقاومة إنما حماية الكيان اللبناني حماية السنة والشيعة والمسيحيين كل الناس اليوم بيعرفوا يعني بدي أقول العقلانيين من اللبنانيين بيعرفوا اليوم أنه الجيش اللبناني اللي واقف على الحدود اليوم في منطقة عرسال وجرود عرسال هو عم يحميهم فما بالك اليوم نقول ليش الجيش السوري الجيش اللبناني عفوا واقف على الحدود لأنه في جماعات بس هو مفروض اللي يحمي الحدود الجيش اللبناني هو اللي مفروض ينقى بيئة الساحة اللبنانية كان على مستوى السياسي أو العسكري عن ما يجري حوله ولكن نحن صرنا جزء لا يتجازق عن أي حل وعن أي تدهور للأوضاع في سوريا شوف بسوريا صار الجيش السوري عم بيقاتل وقوات التعبئة أو الدفاع الوطني الدفاع الوطني بالعراق الجيش العراقي والحجر الشعبي باللبنان نعم شو المشكلة يعني أنه حزب الله والجيش اللبناني يعني لشي المسؤولية فقط على الجيش اللبناني بحماية البلد والله كل واحد مننا يفترض أن يكون خفير وأن يكون حامي لبلده شفتي بعض التقارير اللي طلعت من قرى دار الأحمر وراسب علبك وإلى مهونك نعم عملنا جزء مننا نعم الناس هي عم تتسلح لتحمي لأنه عم يشوفوا عم بيشوفوا شو عم بيصير المسألة مش مسألة أنه حزب الله هو يتمرد على الدولة أو لا 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 هون مسؤولية وواجب كل وطني لبناني أن يحمل السلاح ويدافع عن هذه الكلام أنه الساحة اللبنانية تتحرك على إقاع ما يجري في سوريا والمنطقة ولكن تحتنا على إقاع ما يجري في سوريا لأن لبنان المتضرر الأكبر مما يجري في سوريا نجري على الخاصرة لبنان في عنده بعد قدرة يتحمل لانتظاري نتاكي نشوف الشزء اللي مضوه من النفق بسوريا طالما حضرتك عم بتقول هلأ أنه صعب الوضع في سوريا صعب ومعقد ومش سهل لو إجوا قالوا الأمريكان بدنا نحاور بسما هيدا الحوار في كتير أفخاخ صحيح هلأ المهم فيما يتعلق بالساحة اللبنانية أنه في اتفاق دولي على حماية الاستقرار في لبنان هذا جزء مريح حد الآن لكن أقول في مسؤولية على عاتق الدولة يعني الأدبيات التي طلعت مع حكومة الرئيس مئاتي أنه نحن علينا أن ننقى بأنفسنا وإلى ما هناك هذا ما يفيد هذا ما بيطعم يخبز للبنانيين ولا بيحمل اللبنانيين المطلوب من القوى السياسية ومن الدولة اللبنانية أن تكون حاضرة إلى جانب الجيش يعني اليوم نقول أنه ليش حزب الله طب ما هي الدولة وبنية الدولة ما بتقدر لوحدة أنه تتأمن حماية كاملة لكل أجساد لكل أجزاء الدولة اللبنانية لكل أجزاء الوطن والكيان اللبناني لابد من القوى المحلية أنه هي تشارك وتساهم هلأ مرة في قوى بتساهم بالسياسي في قوى بتساهم بالاقتصاد ولكن مطلوب مننا كل يتنا وكل القوى اللبنانية أن تساهم في حماية هذا الكيان طيب هلأ اليوم الحزب الله اليوم اللي عم يعمله هو بالتنسيق مع الجيش اللبناني حزب الله يتحمل جزء من الواجب عم بيقوم بحماية الحدود الشرقية والشمالية وكمان نحن نتمنى أن هذا الأمر يصبح حصرا بيد الجيش اللبناني حزب الله بيزعل إذا كان هذا الموضوع حصري طب ما نحن لحد الآن وهذه القوى السياسية اللي بتحكي كثير الدولة الدولة الجيش اللبناني الجيش اللبناني هني عم بيقوصوا على الجيش اللبناني وهني منعينوا أنه يتسلح وإذا بدوا يتسلح بيعملوا له مئة فرملة يعني خلينا نكون ببساطة أقول اليوم فيه ما يعرف بالهفة العسكرية الفرنسويين عم بقولوا هالأسبوع وبعد الأسبوع اللي جايوا إلى ما هنالك حيجي الربيع هيدا جزء من التعقيدات الأوروبية يعني نحن طيب كمان يعني بالنهاية الأمريكاني مش فرقاني معه كتير لا الأمريكاني بالعكس يعني بشكل دوري عم يسلح الشيش بس مش السلاح المطلوب حاليا حاليا هو ما عم يمس بشكل مباشر نحنا اللي عم ناكلها نحنا اللبنانيين نحنا بدنا سلاح نحنا بدنا أعتدي للجيش اللبناني عاكل حال دكتور نحنا يعني رح نفوت هلأ من بعد البريك على هيك دايما السؤال دايما اللي بينطرح أنه كل تسوية هل تشمل ورقة حزب الله يلا إذا دايما اللي بيتردد ومين مكان بيردد ويمكن الناس بأحلامهم وبتمنياتهم وناس لا بالعكس بيتمسكوا ويرفضوا هيدا المنطق رح نتوقف مع تاني فاصل ألاني وبدي أذكر يعني عيد الورد اللي حطيناه من شوي أنه رئيس كاتل تغيير والإصلاح نائب العماد ميشيل عون وصل إلى كليمانسو لرئيس للقاء النائب وليد جملات بريك ومنرجع منتابع موسيقى منتابع حلقتنا بالمحور الأخير كنا وصلنا يعني لموضوع بعدنا عم نحكي بموضوع حزب الله ولكن بأي تسوية دائما يعني يطرح كورقة من الأوراق وخاصة أنه هذه ورقة بيد إيران لا أكيد حزب الله ليس ورقة بيد إيران هذه مرة كتبت مقالة عنوان حزب الله سيد الأرض مستوحات من كلام لنابليون بيقول فيه من يسيطر في المعركة على تقاطع الطرق يصبح سيد الأرض والبعض بيعتبر أن سوريا هي تقاطع الطرق فبالتالي حزب الله موجود بسوريا وحاضر بسوريا وهو اللي عم بحق انتصارات فإذا هو من سيصبح سيد الأرض أنا لا أريد أن أذهب إلى هذه النظرة التي أعطي حزب الله حجم أكبر مما هو عليه لكن حزب الله جزء مساهم اليوم في توازنات اللي عم بتصير بالمنطقة حليف لإيران حليف للمقاومة الفلسطينية حليف لسوريا وبالتالي طبيعي أنه اليوم حضوره أقوى من ذي قبل فعاليته أقوى يعني الإسرائيلي اليوم خايفان وتشوفوا بعض التصريحات الإسرائيلية يعني أحد الجنرال الإسرائيلي بيقول أنه حزب الله ليس مردوعا ليس مردوعا على الإطلاق وإنما نحن اللي مردوعين يعني اليوم بعضهم تحدث يعني وهذه قلت أكثر من محال أنه اليوم النظرية الإسرائيلية نظرية الأمنية الإسرائيلية يعني تدرجت بمراحل متعددة وخرج منها مجموعة من المفاهيم واحدة من المفاهيم الحديثة اليوم هو مفهوم الدفاع يعني اليوم إسرائيل بتقول أنه أنا بدي دافع عن نفسي من هجمات حزب الله لأنه في توقع في توقع أنه حزب الله يدخل إلى الجليل يعني في مشهد سوريالي جديد قدامنا فيما لو وقعت الحرب بين لبنان وبين الكائن الإسرائيل فإذا حزب الله قوة اليوم نافذة على مستوى لبنان وعلى مستوى المنطقة فلي عم بيفكر أنه كيف أنه نخلص من حزب الله يعني بعود برجعك للحكمة اللي قلتها قبل شوي العجز وعجزان عجزهم عن طلب الشيء وقد أمكن وعجزهم عن والجد في طلب الشيء وقد فات اليوم إذا كان قوة 14 أدار كيف أنه حزب الله هو حليف لإيران بينما سيد حسن نصر الله يقول أنه قرارات ولي الفقه ملزمة أنا عم بنقول اللي كتبه السائل فكيف يكون هو سيد قراراته فأنا عم بنقول بالأمانة هالسؤال ملزمة فيما لو كانت لمصلحة الوطن اللبناني بوسيقته الأساسية بالثمانينات كانت ولاية الفقهية المرجعية صحيح عم بنقول حزب الله تطور تطور على المستوى الفكري وعلى المستوى السياسي كتير نعم الشعرات اللي كان يرفعها بفترة الثمانينيات ما عد يرفعها اليوم حزب الله أكثر لبنانيا اليوم منذ قبل اليوم ما بدش أقول أنه تكيف ولكن تجربة ونطجة العقول داخل قيادات حزب الله أصبحت أكثر وعيا عم تقرأ شو عم بيصير بالعالم أو بالمنطقة بين مزوجين أكثر لبنانيا يعني يثير كتير من التساؤلات ما هو مفترض تكون هي المقاومة اللبنانية وجزء من هذا الشعب وأولوياتها لبنان ولكن صارت الأولوية وصلت لسوريا وما نعرف بعدين والعراق أولا فيما خاص الجزء الأول نعم أولوياته لبنانية عندما كان يقاتل العدو الإسرائيلي كانت أولوياته لبنانية وحماية لبنان وعندما دخل إلى سوريا كانت أولوياته لبنانية حماية الكيان هلأ بتقليلي هذه قبلة للنقاش رحمية الكيان وتخلي النظام وقف على أجري بتقليلي طيب شو أخذوا على العراق أولا اليوم تغيرت يعني ما فينا نبقى سقطت الحدود سقطت الحدود فعلا سقطت الحدود اليوم نحن أمام متغيرات كبرى على مستوى المنطقة ما عد فينا نقرأ ونكتب باللغة القديمة فبعض بدوا إيانا أنه مع كل اللي عم بيصير اليوم أنه لأ أنت أدواتك وأساليبك لازم تبقى قديمة ما بيصير الكل عم يتطور فأنت جباري بدك تواكب ما يحصل فبالتالي اليوم حضور حزب الله في المنطقة في العراق تحديدا هو لأنه عم ترسم خرائط كبرى ولأنه المنطقة أمام مصائر جديدة فبالتالي من يكون داخل هذه المنطقة بس هناك من يقول باللغة الصريحة هو جزء من هذا الصراع المذهبي السن الشيعي رح نفوت على هذا الموضوع ولكن معنا على الهاتف مفتي جبيل الشيخ غسان اللايسي اللي بده يرد على ما ورد يعني على لسان رئيس بلدية جبيل السابق جينو كلاب ورئيس حركة السلام روجي قدي بتقرير كانت أعادته الزميلة هودا جديدة عن ما حصل بموضوع مجدد جبيل نشوف التقرير وإن شاء الله بيكون سمحت المفتي عم بتابع معنا ونرجع من فتعة مداخلته جبيل التي تتغنى بأنها بكنائسها ومساجدها أحلى هي نفسها كادت أن تدخل في توتر بسبب مئذنة رفعت من دون ترخيص على مسجد الخضر التاريخي لأن المسجد يقع عند مدخل المسبح الشعبي ولأن المصلين باتوا يأتونه من مناطق أخرى في مناطق للكنيس موجودة في مناطق للجوامع موجودة إنما فيه كمان حرمة وخصصية المواقع السيحية بجباية ما نصل اثنان عن بعضا الناس بتقطع بالميو عم تقطع على الطريق اللي عم بيصلي جوه أول شي ما بيشوف تاني شي هالمساجد موجودة من مئات السنين السياحة مع عمرها خمسين سنة بجبال طلب إعادة المسجد إلى مصلا كمكان ونقل المصلين إلى مكان آخر بعيد عن الشاطئ ورواده قوبل بحملة اعتراض على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت كان جزء من أهل جبيل يستغرب التوقيت لا ما فيه مأزنة غرفة مسكرة معها بيقولوا له مقام الخضر ما كان فيه مصلين يا جوي صل لا لا أبدا هوني منطقة كلها سياحة بالميوات العلام بالشرطات مزلطين المس بأي شكل من الأشكال بأي زودة أو نقصان بجامع ذات قيمة أسارية وجميل في منطقة أسارية وسياحية بحد نفسه استفزاز وتحدي ومن ورائه نوايا لا نطمئنه إليها لسيما أننا في مرحلة المسيحيين في هذا الشرق مهددين في كل مكان بالمزايدة هو الصليبية هو النصارى إلى آخره اتصالات على أعلى المستويات وضعت المشكلة في عهدة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان الذي رعى تفاهما بين البلدية ومفتي جبيل وهذا التفاهم يعطي مال قيصر لقيصر ومال الله لله أحرفه الأولى كتبت على أن يطبق بسلاسة اتفقنا على حال إن شاء الله هاليومين ثلاثة بجبيل الرأي العام اللبناني والجبيلي بيعرف أنه تمت تدويب جميع المشاكل اللي كانت موجودة المساجد باقية والكنائس موجودة والسيحة خليت ياخد مجرام بس يرات البنات بخففوا شوي المرور حد المساجد هل يكتلنا شو الحال بعيدة أسول سلطون؟ حال إنه المأزني والهلال بدن يستمروا لأنه هيدا يعني بمثل رمز رمز للمسجد ورمز للطايفة مثل الأب والجرس بالكنيسة بالنسبة للصلاة الجمعة إنه في عدد كبير وفي ناس ومنون لبنانيين إن شاء الله رح بتصير في حل بعد اليوم إن شاء الله ما بتسمعوا بالخبرية جبايل التي بقيت تتغنى تاريخيا وحتى في عز الحرب بأن أجراس كنائسها تعانق أصوات المساجد هكذا يختلف أهلها على مئذن من هنا أو جرس من هناك وللأسف أن الشحن الذي قام بسبب ذلك يحتاج إلى اجتماعات قد تستمر حتى الصيف لتمرير الحل البسيط بنقل المصلين إلى مسجد بعيد عن المسابح معنا على الهاتف المفتي غسان اللقيس مفتي جبايل هارك سعيد يبدو عندك سماحتك رد على ما ورد على لسان بعض من أخدت منهم زميلتنا هدى شديد مقابلات في التقرير اللي كمان حضرتك يعني وردت فيه تفضل صحيح أنا بالنسبة للاتفاق أولاً اللي صار مبارح بدار الفتوى نعم وبرعاية سماحت مفتي الجمهورية الشيخ عبد وطيف داريان هذا اتفاق الحقيقة يعني فينا نقول اتفاق نهائي ومبرم وبدء وإن شاء الله ماشي ونحن حريصين أكد برجع اليوم عبر التلفزيون بكريم إنه العيش المشترك أنا حريصة له وما زلت والكلام اللي قلته أنا مسؤول عنه بس للي فاتلي لفت انتباه مبارح تصريح رئيس بلدية جبال السابق جينو كلاب ورئيس حزب السلام روجاء إدي أنا بقدر إنه فيه أجواء مشحونة خارج جبال بالعالم العربي شو عم بصير بسوريا شو عم بصير بالعراق فيه طواقف تهجرت ما إلى دخل وهذا نحن يعني تأثرنا كتير ومتأثر كتير لأنه من خاف يصيبنا نحن بلبنان وإن شاء الله ما بصير ولكن إنه يجي هاتنان يقولوا كلام في حط من كرامة ديننا وكرامة طيفتنا بستغرب لذلك أنا حباة توضح الصورة ورد عليهم يعني رئيس بلدية جبال جينو كلاب السابق بيعرف إنه أنا صديقه صديقي والانتخابات بيعرف مين معلاش مين اللي جابه رئيس بلدية ها أول شيء تأكد إنه أنا حريف حتى على الأشخاص يجي بيقول إنه هذا الجامع عبارة عن أوضة ومسكر أولاً الجامع إذا كان كبير أو صغير الجامع جامع سواء كان غرفة من 15 متر أو كان جامع من 500 متر وهذا شأن المساجد والكناس والبيوت يعني كلها سواء ما إلى دخل الصفة هي هو مسجد وبالصحيفة العقارية مكتوب جامع الخضر وقطعت الأرض منهين إنه إحنا فينا نزيده بس لأنه إحنا مش بحاجة قطعت الأرض 450 متر بس بقله للريس مش هاكي بيحكوا يا ريس بودا مسكر علماً علماً إنه المأزنة الحطت على المسجد بإيامه وهو وافق عليها وهو وافق عليها إنه نحط هالمأزنة على هالمسجد بيجي بقول إنه هيدا جامع وقودة ومسكرة سمحتك سمحتك بس مبارح التي في إسار برعاية مفتي الجمهورية بحضور حضرتك وحضور رئيس البلدية الحالة يعني كل واحد مسؤول عن كلامه وما بعتقد أني قصدين أي شيء طائفي أو عيداء أو المسبي طائفي السنية الكريمة ولكن مثل ما حضرتك قلت مثل ما الكل قاله نحن بلد تعايش وتعدد والكل لازم يقبل بعضه إن كان فيه يعني مسبح ومنطقة صيحية أو كان فيه مسجد أو كنائس أستاذ فيه منطق يعني عم بيقول قودة ومسكرة نفسي إنه هيدا مقام الخضو بعد لأهلأ الناس بتزوره وكان يزيره لأنه مقام بيروحه وبيزيره مسلمين ومسيحيين تبهي نعم طبيعتا نعرف جبالي كتير توضحت وجهة نظر حضرتك بس يقول إنه قوضة يعني كان فيه تعابير يقول جامع هيدا جامع مش قوضة مسكرة جامع هيدا بالنسبة لروجيه قدت عم بيقول إنه هيدا عمل مشبوه اللي عم نساويه هونيك أولا روجيه قدت نسي لبقى كان بدي فرشه على قاس الجمهورية ما نفت بأشياء الخاصة يعني معلاش نعم خاصة قولي كان عامل سيقن هو مستخش معنا المحلات بالأول نعم سمحتك أنا ما عم بسمعك منيح الخط عم بيقطع ويبدو الخط القطع يعني يمكن القصة ما بدا هالقد بس نرجع من قول البلد لبنان هو يعني هكي متميز عن كل المنطقة بهذا التنوع والتعددية اللي حابب يصلي مش دره يطلع على السوح ويطلع على الناس اللي نازله على البحر اللي زي على البحر ما تدق بعينه اللي فاي يفوت يصلي وفتخلص هون مش هكي يعني ما اليوم بعصر الانفعال والقلق الهوياتي يعني يصول بس موسف لبنان يعني دايما يوزع أمثلة التلاعب بالمشاعر المذهبية والطائفية بتصور وهذا اللي عم يخدنا اليوم لن نعيش بعض الدوامات الخطيرة السوداء فيما يتعلق ب بين السنة والشيعة وبين المسيحيين وبين المسلمين وإلى ما هنالك نعم دكتور خيان نحن نرجع يعني على حوارنا يعني هيدا القضية بعتقد إذا طالت أخدت حجمة بالاتفاق اللي صار بين بلدية جبال وبين مفتي الجمهورية الشيخ عبداللاطف داريان يعني بعتقد انتهت هون نرجع بنقول نحن بلد متعدد متنوع بنقبل بعضنا في عيش مشترك ما حدا تكون عينه ضيقة على التاني وبتخلص هون وما بدا هالقضية نرجع ل موضوعنا كنا عم نحكي يعني عن حزب الله عن الدور والأبعاد بعد إذا ضلت الأزمة السورية كما هي عليه يعني طب قد ما يكون قوي إن كان بسوريا أو بالعراق يمكن يكون بعد فيه محور ثالث بعدين يصير الشارك فيه حزب الله أو رابع إذا سقطت هذه الحدود يعني الخطر صار أكبر على لبنان بسبب سقوط هذه الحدود وتوسع نشاط حزب الله مش معلوم مش معلوم أنه إذا يعني تطورت أدوار حزب الله أنه يزداد الخطر على لبنان بل بالعكس يعني يصبح لبنان أكثر تجذرا ومحميا بطريقة أفضل هلأ هذه فرضية واليوم نحن عم نشوف حزب الله لما نواجه العدو الإسرائيلي لبنان كان محمي بطريقة أفضل الإسرائيلي بات مردوعا لم يعد قادرا على أن يشون حرب ساعته يشاء واليوم نفس الشيء التكفيري اليوم عم بيعدل العشرة للدخول على لبنان لأنه بيعرف أنه سيأتواجر عم بيعدل العشرة بوقت اللي عم بيحكي عن معركة الربيع وقتها يدوب الثلج على السلسلة الشرقية صحيح يعني عم بيحضر حاله عم بيحضر حاله حزب الله والجيش اللبناني كمان عم بيحضروا أنفسهم ولعله من فترة الجيش عمل ضربة استباقية وحاول أنه يعني يحاصر هذه الجماعات بمنطقة معين بكل الأحوال اللي بدي أقوله الفكرة الأساسية أنه حزب الله بأدواره الحالية عم بحق حماية أفضل للكيان اللبناني ولا اللبنانيين بعكس ما يقال ويشاع بأنه حزب الله عندما ينفلش أكثر هو يهدد الكيان اللبناني ولكن الوضع اللبناني الأمني الاقتصادي السياسي يعني معلق كله حتى إشعار آخر تنتهي هذه أعادة رسم الحدود في المنطقة التي سقطت حدودها صحيح أنه اليوم الإشكاليات اللي موجودة على الساحة السياسية بلبنان مش مرتبطة بدخول حزب الله أو عدم دخول حزب الله يعني بدي أقول فكرة اليوم قوة 14 أزار كمان اليوم علت السقف ورجعنا على النغم الأديمي أنه حزب الله يجب أن يخرج من سوريا حزب الله هو الذي يعرق الانتخابات الرئاسية حزب الله إلما يعني سلسلة وسردية من الاتهامات ما بنخلص منها اليوم هول الجماعة بدون يقروا الوقائع بطريقة مختلفة بدون يقروا التحولات أن التصريح جون كيري هو نقطة تحول فيما هو قادم للمنطقة لازم يقروا لازم يحسوا أنه لا هذا المسار ما بيودينا إلا إلى إعادة تكرار الشعارات التي كنا نحن نكررها يعني بعض الصحفيين وصف المجلس الوطني الذي أعلن عنه يعني جماعة فاضيين فاضيين وعم يتسلوا فالمطلوب اليوم شو هدرين يعملوا يعني 14 أدار كمين مطلوب منهم يحملوا سلاح مش بالضرورة يحملوا سلاح بس يكون موقفنا السياسة داعم حقيقة للدولة اللبنانية للكيانة اللبنانية هن بالعكس هن اللي يعم بيطالبوا أن يكون الجيش السلاح بيد السلطة الشرعية وأنه الجيش يدافع عن لبنان وليس أن يترك الأمر لأحزاب ما هو أنت كيف بتقيسي الدفاع عن الدولة اللبنانية وعن الكيانة اللبنانية كيف بتقيسي بالخطابات وبالشعارات ولا بتقيسي بالأفعال يعني مين اللي قدم دم ضد العدو الإسرائيلي مين عم بيقدم دم ضد التكفيريين بس بصفة 14 أدار فيه كمينة يعني قافلة من الشهداء وقبل 14 أدار من السبعينات لهلأ فيه قافلة من الشهداء بمواجهة المشروع الفلسطيني بمواجهة الجيش السوري لا أكيد لأنه أكيد الشهداء ما بلشت مع 14 أدار في لبنان بلشت من قبل يعني أنا ما عم بغمط حق حدا بس أنا عم قول أنه اليوم إذا توافق اللبنانيين يعني 14 وما يسمى يعني 14 و8 أدار لأنه فعليا ما عد فيه لا 8 أدار مكون أساسي يعني إله إله ملامح وإله إله صورة نقدر نشوفها كله صغير بو شهوة لا أنه يعني يعني فيه رؤية بـ 8 أدار فينا نقول فيه رؤية بـ 14 أدار بقايا 14 أدار فأنا أقول اليوم أمام ما يحصل أمام الأزمة السورية وما يحصل في المنطقة منيح نحن اللبنانيين نعمل رؤية جديدة لمواجهة تحديات خارجية أو تحديات داخلية كمان من جملتها طالما هن كتير مهتمين بموضوع الرئاسي كمان هال الرؤية الجديدة راح تكون لأنه خلص وقتنا بس منختم به 30 سنة هال الرؤية الجديدة بتكون بإعادة الوئام لحوار حزب الله وتيار المستقبل اللي قد يتفرع عنه أو ينعكس إيجابا على الوضع الرئاسي لأنه شفنا كتير انتعادات وشفنا موقف النائب محمد رعد كتير كان قاسي فهو ردت فعل على ما حصل من كلام لرئيس الوزراء فؤاد السانيورة كمان السانيورة ما أثر وعلى السقف والدوز بشكل عالي الحجم محمد رعد رعد أنا بكل الأحوال بقول أنه الحوار مكفي يعني حزب الله مبدئي بالحوار وهو راغب في الحوار وحتى تيار المستقبل أنا تأديري جاد بالحوار لأنه كل مستفيد من نتائج الحوار على مستوى تخفيض الحد المذهبية وأيضا لذهاب الاستحقاقات ومن استحقاق رئاسة الجمهورية إلى نهاية محمودة إن شاء الله خير يعني إن شاء الله قبل ما يصير نحتفل بالذكرى السنوية الأولى على الفراغ الرئاسي أنا أشكرك دكتور صادر أن أبو لسي الباحث في شؤون الإقليمية والدولية شكرا على الوقت اللي خاصة السلطنية حضرتك جاي بكير من صيدة من الجنوب العزيز انتهت حلقتنا لليوم مشاهدينا أنا إذا الله راد برجع بلاقيكم الخميس المقبل طبعا بعد شوية رح نكون مع زميلنا يازبك وهبي وتفاصيل ما يجري في الليجان المشتركة ويمكن كم منكم مع زميلنا مارون نصف وتفاصيل ما يجري في محكم العسكرية اليوم في جلسة لي موقفة عبرة وأنا بلاقيكم نزال أراضي الخميس المقبل إلى الآن ترجمة نانسي قنقر